السلام عليكم اخوتي 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 مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن موضوع جد مهم والذي دائما يأتي فيه الجديد هو الازمة الديبلوماسية بين المغرب واسبانيا والخروج الجديد من الوزيرة الخارجية الاسبانية لكل مرة لم نعرف تصريحها الرسمي ولم نعرف توجهها الرسمي كل مرة نرى بانها تساعد ضد المغرب مرة انها تخرج وتودد المغرب وتقول كلام الصلح ومرة اخرى اليوم يعني يخرج واحد تصريح ديالها مع عدة صحافة استوجبوها وطرحوا لها عدة اسئلة لجاوبات واحد الاجويباء وتاني غاية في غاية في لا منطق انها كتدفعوا تاني للتأزم الازمة حتى كنقولوا انها غادي تنفرج فكيخرج تصريح دي الوزيرة لكن الاخوان اخر تصريح دي البيترو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية خروج يعني في تودد وفي يعني باغي السلح مع المغرب نخليكم مع تصريح ورجع لكم نخليكم مع اخر تصريح وعد رجعو الازمة اليوم عبتاني بداتها وزيرة الخارجية الاسبانية لي دارتش اجويبا يعني المغرب غاضب عليها بزاف ورد تهوى رد قاسي اشتركوا الاخر تصريح دي الريس الحكومة پيرو سانشيز اشغل على علاقة مع المغرب لواكن البارح اشتركوا بروح وقد كانت قادمًا من أجل الانتراضي من أجل الانتراضي من الأولاد وقد سنبت تجد أن أجل الانتراضي من أجل الانتراضي من أجل الانتراضي إذاً لم تكن تصرح بمهفة الرئيس الحكومة لن تصرح بهوزارة الخارجية لا نفهم أيضًا إحدى من الإطلاق يقول أشياء الدنيا أخر تصرح بمهفة بدرسانشيز إنه قلت سياسيه وكذلك في رئاسة الحكومة كان دائما يجري ويسغى لحسن العلاقة مع المغرب وقال بأن العلاقة مع المغرب لا تحاصر في الملف الهجرة والأمن بل بأنها الجورة والصداقة والأخوة يعني كلام زوين ويعبر لأنه عنده رغبة في الصلح مع المغرب لكن اليوم خرج واحد استجواب ديال الوزيرة الخارجية الإسبانية اللي زادت عبتاني كتأزم في حالة الأخوة نقولوا ها هو يعني هاي احنا غد نتصالحوا شوية يخرج عبتاني شي شي كلام عبتاني آخر المهم ما نطولش عليكم بأن وزيرة الخارجية درت لقاء صحفي وسولوها عدة صحفة من ضمن الأسئلة اللي سولوها قالوا لها واش واش القرار ديال انكم استقبلتو بن بطوش زعيم ديال الجبال الانفصالية استقبلتو في إسبانيا واش كان قرار خاطئ وبسبب ذلك القرار يعني دخلت لإسبانيا في أزمة ديبلوماسية لما يسبق اللهمتين مع أحسن بلد يعني والبلد الجار اللي كتجمعكم معها مصالح اقتصادية ومصالح كوبرة فالجواب ديالها كان يعني مفاجئ لأنه كناش من التصريحات الأخيرة ديالها قالت بأننا ربغت تصالح من المغرب وهي كالتصنات وهي ما بقى تشدرش لتصريحات خائبة والمغرب لأي اقترح يجبوا فيما يخص حراء المغربية غادي تستامع له وكذا لكن من يسولوها اليوم الصحفة هذه القضية هذه ما جاوبتش بطرقة ديبلوماسية بل قالت بأنها بالعكس لازالت مصرة على ذاك الموقف وموقف إنساني وقالت بأنها ما ندمتش على ذاك الموقف رغم الأزمة رغم الأزمة اللي كاينة يعني كان قبل خرجات وقالت نحن نبغينا نخرج من هذه الأزمة في أقرب وقت نحن هذه الأزمة الديبلوماسية مع أحسن بلد يعني الصديق دينا المغرب ما بغناش طول وحنا وكذا وهادي بينات على أحد النادم لكن من يسولوها الصحفة واشنطو ما ندمتو على استقبال براهيم غالي فإسباني قالت اللابل هو كان حالة حارجة حالة إنسانية كان مريض في غاية حالة حارجة كما كنقولو دي المرض دياله فاستقبلناه وأنا ما ندماش على ذاك القرار اللي اتخذنا فكل شي بقى يعني عوتاني أو وكذلك تقول لا وبغين وكذا وكذلك تقول لا بالعكس هذا القرار كهم منه ومزيان إلى آخره فالصحفة مرة أخرى سولوها قالوا لها إلا كان شي لقاء مع المغرب إلا كانت شي جلسة مع المغرب بحيث هي كانت تقبل قالت بأنها هي الآن تدعو المغرب إلى طاولة الحوار ويجلسوا والمغرب يجيب أي اقتراح في موضوع ديال الصحراء فهي قد تستقبلوه هي ليست بواسيط وهي كذا وليست بواسية على المغرب وهي كذلك تحتارب المقدسة المغرب بما في ذلك هي عادة استوعبات بأن الوحدة الترابية بالنسبة للمغرب ووحد الشيء مقدس بالنسبة للمغرب والحكومة المغربية فكانت أعطيت بعض الشيء التصريح لكن سولوها قالوا لها سوف يجلسوا مع المغرب في طاولة الحوار واذا ممكن بأنكم تجب دحت الملف ديال سبتة ومليليا السؤال لدي الصحافة سولت الوزيرة فالوزيرة قالت لا ثم لوحد الجواب قاطع وحصري قالت لا يمكنه التحاور أو النقاش مع المغرب حول المدينتين وهنا يعني بينات بأنها صرامة في هذا الموضوع هذا لكن إخوان سوف نجعلكم مع الجواب الذي اختصرته هذا القناة وقدرتوا رابطات على الرد المغربي حول الملف السبتة ومليليا لأن المغرب صافي إلا أنتم لم تجبتوا الوحدة الترابية للصحراء لأن عارفين بأن الدبلوماسية الإسبانية كانت دائما تلعب على الجرح للصحراء المغربية لكي لا يتحلش بأن المغرب لا يضع المواضيع أخرى لا يضع الملفات أخرى ويبقى الاستغلال في عدة ملفات الصيد البحري في عدة ملفات لأن في الميدوي كنت تقول لها الصحراء الصحراء يعني دائما لا يوجد صالحه أنه يتحل الملف فالمغرب مني وقفت بعمل الملف بشي حلوه بأي طريقة فنرحكم معارفين لكن نشوف الرد المغربي ما قال الوزيرة التي اختصرتها هذه القناة في روبرتاج نخليكم بعد روبرتاج بعد ارتفاع حدد التوتر بين المغرب وإسبانيا تدرس الرباط بشكل جدي إغلاق مع بريسابتا وامبيليا بشكل نهائي وبحسب وسائل إعلام محلية فقد طرحت الدواعي الحكومية العليا مقترح الإغلاق النهائي لمع بريسابتا وامبيليا وشطفهما من لائحة المنافذ الحدودية للمملكة وسبق أن أعلت الحكومة الإسبانية عن اعتزامها إلحاق مدينتي سابتا وامليليا بمنطقة الشنجة الأوروبية في وقت تطالب فيه الرباط بالسيادة عليهما يصف المغرب سابتا وامليليا بالمحتلتين ويطالب باستعادتهما في حين ترفض إسبانيا كليا أي حديث عن مفاوضات بشأن المدينتين وتصر على أنهما تابعتان لها نتابع التفاصيل قرون من الصراع حول سابتا وامليليا إذا الإخوان كتفوا بهذا القدر كما اشترد المغربة شنو كان على هذا الموضوع هو أنه سيسد بعد الحدود البرية مع سابتا وامليليا إلى نهائيا ويحدث تخيلوا القرار الدبلوماسية المغربية بأنه قرار حاسم كذلك بأنه سيمسح في الترصيم المغرب حدود بحرية شمالا مع أوروبا ومع إسبانيا حدود برية مع الجزائر ومريطانيا وكذلك في الحدود البرية كانين مع ثلاثة ديال الدول وهنا المغرب في الحقيقة كانت تسمى خطأ خطأ حتى بالريد بأنه ستعرفت إلى المغرب لا من إذنه الشخص لأن في المغرب لا نباش히 فعلنا يوجد حدود برية مع الجزائر وهذا إعلام أننا جار جزائر حدود برية وعملنا وعدنا حدود برية مع مريطانيا في الجنوب ومحدث يعني لك في حدود برية مع إسبانيا يعني كعتراف فعلنا يسد لأيامك ففي ثلاثة والمغهرب وحتف التفسير الحدود البرية في المغرب سمسح بأن هناك حدود برية مع بلد ثالث فقط مع جوش بلدان جزائر وموريطانيا وهذا قرار قاسي بالنسبة للإسباني بأنه لا يبقى واحد الاعتراف من الطرف الآخر بأنه كان بناتنا واحد الحدود برية ولما كانت حدود برية في المغرب لا يبقى يحميدك السياج الحدودي البري لأنه أصلاً لا تعرف بأن هذه الحدود هنا يدخل الأزمة في ملف جديد وهو ملف سبتة ومنيليا للمغرب يحرك بقوة وأكبر ذلك كما قلت لكم بأن اليوم وزيرة الخارجية لارانتشا في الحوار الصحفي الصحفي قالوا لها بأن المغرب لا يبقى يشبه الملف هذا وإذا لم تتلقيتوا معه لكي تدروا قمة الصلح هذا وإذا لم تستعدوا لكي تناقشوا الملف المدينتين فكما قلت لكم جاوب ذلك كان يقول لا ثم لا ثم لا ثم لا إخوان نتمنى من الله عز وجل لأنك لم تشاهدنا بيدرو سانشيز كبين إعلانية أخرى وزيرة الخارجية لأننا ما عرفنا ما هي سباب الضغوط السياسية وكذلك القانونية لأنها مرفوعة عليها عدة دعاوي وكذلك يعني الضغط السياسي في البرلمان والأحزاب كتغطوا عليها كي يقولون لها بسببك تحن في أزمة ديبلوماسية واقتصادية مع بلد مهم بالنسبة للأمن الإسبانية وبنسبة للإقتصاد الإسبانية اللي هو المغرب يعني ما عرفنا شوش هذه الضغوط هي لك تخليها دخل وتخرج في الهضراء مرة بغى الصلح مرة كد تسعاد مرة هذي ما عرفنا شو هذا الأمر هذا لأن بيدرو سانشيز رأينا في الأولين الأخيرة ملتازم بكلام واحد اللي هو الصلح اللي هو يعني تحسين العلاقات عودة اتقامة بين البلدين بيدرو سانشيز في المنويل رغم أن نقصنا نعرفه الإخوان بأن بيدرو سانشيز رأي مبرمج واحد الزيارة نهار عشرين في شهر سبعة الولايات المتحدة الأمريكية وغد يتلقى فيها يعني جون بايدن اللي ما تحت ليه الفرصة في بلجيكا في القمة دي الحلف الناتو ما تحت ليه الفرصة لكم عارفين الفيديو الشهير ديالتانية والدقيقة اللي دوا فيه وبايدن عنه تجاه بيدرو سانشيز لكن الآن بيدرو سانشيز وجزاد واحد البروغرام وحاجده الأعمال للزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمن النقاط اللي غد ينقش فيها مع جون بايدن من ضمن نقاط الملف ديال هما سمعوه ملف شمال إفريقيا وكن نقوله شك نعرفه في سياسة فشك نقوله شمال إفريقيا فإسبانيا كتعني الملف ديال الصحراء المغربية وغادي تبشي بشأنها تقنع أمريكا بشأنها تغير القرار ديالها لكن الإخوان ماشي بالأمر الهيين ماشي بالأمر الشهل بشأن إسبانيا تبشي وتغير القرار وكما عرفتوا بأن تصريح الأخير ديالوليات المتحدة الأمريكية في شخص ناطق الرسمي باسم البيت الأبيض سولوه الصحفة الأمريكية قالوا ليه واش أمريكان غادي تراجع على الاعتراف بمغرب الصحراء اللي كان اعترف بيده دونالد ترامب فجاوب الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض قال لك الاعتراف ما كيهمش وحد الرئيس ما كيهمش وحد الرئيس لسالات الولايات اللي مشات هذا قرار كيهم الدولة والدولة هي الاعترفات بمغرب الصحراء فالقرار ديال الدولة ما كيتغيرش واحد جاي سني واحد الاخر يحيد فبين بأن امريكا تابتة في الموقف ديالها في الدعم المغرب في وحدته الترابية نشوفو بيدرو سانشيز ما قديدير في الزيارة الأخيرة اللي قديمشي للولايات المتحدة الامريكية وانا ذاك إما قد تقدر يعني تحسن العلاقات امريكا تقدر تدخل تقول له اللاواج مع رأسك تدير مع المغرب كذا او لا معرفناش لكن الدبلوماسية المغربية جاهزة بش أنها ترد على أي تصريح يديروا بيدرو سانشيز فيما يخص لوحده الترابية من الولايات المتحدة الامريكية الدبلوماسية المغربية جاهزة في الولايات المتحدة الامريكية لكي تفاعل مع الزيارة التي سيقوم بها بيدر بسانشيز في الولايات المتحدة الامريكية نتمنى أن نكون وفيدناكم في هذا الموضوع تحياتي لكم لا تنسوا علينا بالبرتاج والجيم ونقوم بإمكانكم في المشاهدة ونرى كل شيء إلى اللقاء كان معكم وحبكم سطف البردي مع السلامة